ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير انا نور ودي قناتي على اليوتيوب وطبعا ما سيستش تعمل لايك ويشترك في القناة والفعجة استنبيه عشان يوصل لك اي حياة جديدة انا بنزلها طيب النهاردة اليوم العاشر لا تدع احد يسيطر عليك مثل ساحر الصعوبان كن سيد حياتك الخاصة اول حاجة محتاجين نعملها ان انا ما خليش الناس تتحكم في حياتي هديكم مثال احنا واشن صغيرين دايما كانت ماما تقول لنا البس دور عشان حلو عشان الناس تقول عليك الله ك últimos انا نسات تقول عليك كويس وشاطر آآ انجح عشان الناس تقول عليك ان انت شاطر ماكوش عليك الخعيبة هو أو كده. ما ناخد بالنا ادى مساحة لناس اللي حولينا ان هما يتحكموا في حياتنا. ان انا لازم آآ اتخرج من القلية الفلانية وتوظيف الوظيفة الفلانية عشان الناس بتقولش علي ان انا فاشل. لازم ان انا ابقى ماشي على سيستم الناس كلها عشان الناس متقولش علي ان انا حد فده جزء بسيط بيحصل لنا واحنا صغيرين بتخلي الناس اللي حوالينا يتحكموا في اه قائراتنا وحياتنا عامة طب ايه اللي مطلوب مني اعمله او ايه الحاجة اللي انا مفروضة اعملها اول حاجة ان انا اوقف اوقف اي حال يتدخل في حياتي سواء ان هو بينصحني او ان هو بيتحكم اللي هو لأ انت لازم تعمل كده لا هو ده صح مفيش حاجة اسمها صح مطلق ولا في حاجة اسمها غلط مطلق تاني حاجة اي حد لما ييجي ينصحني محتاج ان انا اعمل زي عملية فلتره افلتر الكلام او فلتر النصيحة اللي هو هيدهي ليه بمعنى انه اي حد بيجي ينصحك بحاجة بينصحك بحاجة من قراراته او من وجهة نظره هو بمعنى لو واحدة مسلا انا وجوزها بخير جدا هسلاقيها دايما بتنصحك ان انت لازم تحوشي ولازم تشتغلي ولازم يكون معيك فلوسك الخاصة ولازم ولازم تمام عكس بقى لو واحدة جوزها كريم جدا عليه وبيديها ووي ووي بس عندها مشكلة بحاجة تانية هكذا حد مسلا خرجت من مرحلة انفصال ان هي مسلا انفصلت عن جوزها اه وحصل لها اه وحصل وكان فيه طلاق واحد هتلاقيها دايما بتحذرك خلي بالك واعملي وما تعمليش حتى لو المشكلة ملهاش قوي بالحاجة اللي انت عايزة آآ نصيحتها فيها فده فده نوع من انواع التحكم فاحنا الوقت قلنا نوعين اول نوع ان احنا بنعمل كل حاجة عشان الناس تقول لنا الله برافو وتاني حاجة لما حد بينصحنا من وجهة نظره هو بنعمل ده يعني لو حد قالك انت غلطان والله في حاجة زي دي من غير ما انت تعمل فلطرة ومن غير ما انت تحس بدا ده هو كده ده نوع من انواع التحكم النوع التالت من انواع التحكم في حاجة اسمها الخصوصية معنى ايه يعني ايه خصوصية في حاجة بتقول داري على شمعيتك كثير في مثلا انا في وقت من الاوقت بعمل حاجة عندي فكرة عايزة اعملها او عندي حاجة هسافر او اعمل اي حاجة في حياتي فانا اول حاجة ببدأ ان انا ابدأ امشي في الاجراءات واول ما توصل ان انا تمت الحاجة او كده ببدأ ان انا اتكلم واقول كل حاجة عن الحاجة دي والله انا من فترة احصل لي كزا كزا وعملت كزا 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 معنى ان اللي قدامك ما تكلمش او ما قالش ان هو هيعمل ده فده مالكيش الحق ما يديكيش الحق انك تعالي تقول له انت ليه ما قلتش او ليه ما عملتش ففيه ناس كتير بيبقى عندهم ضغط في ان انا لو ما قلتش الناس هتعاتبني او الناس هتلومني او هبقى في نظر الناس اه حد مش كويس وده غلط نختم بقى ونقول ان كل واحد مننا ليه حياته وليه قصته وليه الحاجات اللي خليته مسلا يعمل الفعل الفلاني ما يعملش الفعل دوت نسيب كل واحد يعمل اللي هو عايزه وتاني حاجة احنا ما ناخدش كتير على كلام الناس نحاول ان احنا الحاجة اللي تبسطنا وتسعدنا الطول ما هي ما بتغضبش الله سبحانه وتعالى ومش برا العرف بتاعنا خلص محدش ليه حاجة عندنا محدش ليه حاجة عندنا ومحدش ليه ان هو يتحكم في قراراتنا او كده لان لو قدر الله حصل حاجة خسرت بحاجة او كده وفقا انك تسمع كلام الناس او الان من الناس تقول عليه كزا لما هتيجي تخسر فيها اكيد مش هتوعد لو لومت حدا هيجي يقولك انت اللي عملت انا مش دعو فدي حاجة مين يخليك تفكر انت ايه الحاجة اللي انت عايز تعملها والان من كلام الناس والان من ردود افعال الناس واتمنى ليسمع الفيديو دوت ولسه شيء الهم من كلام الناس او الناس هتقول عليه او اللوم او الحاجات دي كلها يوقف الموضوع ده لان بجد هتخسر حاجات كتير جدا طول ما انت قلقان وخايف وكده اعمل اللي عليك طلب ما حاجة هتخضبش ربنا ان شاء الله اشوفكم دايما ناجحين مع السلامة